موسيقى 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 XC0 إنه هو مئة من سمية ترنر صندوق ده الترازمي أخذناه في المقادرة السابقة وقلنا الكرموسوم رقم 21 يبقى ثلاثة بدل أن يكون أين من الكرموسوم في ترازمي 18 نفس المقادرة كرموسوم رقم 18 بدل أن يبقى ثلاثة كرموسومات من الكرموسوم رقم 18 طبق 18 نبدأ بالبقى الصراكسوري الغنوغمالتز ذا احنا قلنا المرة العادة إنه نتفهم عليها من حاضر دي عني نما نيجي نقول اكتر من نوع زي ما انتو شايفين فيه حاجة اسمها دليشن 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 ترسلوكيشن الفيرجن وفيه حاجة نسمينها ايرين الكرموسوم يعني ايه دليشن؟ واضحة يعني ايه معانا؟ يعني جسء من الكرموسوم ده بيحصله او بورشن الكرموسوم بيحصله دليتد او ميسي ثم انت بتعمل تليت في الكايبورد بتاع اللاب او الكمبيوتر بتبقى دليت يعني ايه؟ بتشير الكرموسوم لخارص ده من ساميه ايه؟ دليتد ايه؟ بورشن الكرموسوم معين بيتشال تمام ده من ساميه دليتد سندروم وفيه انواع كتير قوي لها دليتد سندروم وطبعا الجينيتيك ماتيريال اللي في البزء ده بيحصلها ايه؟ دليتد او ميسي دليتد قوي اللي بيبتديني نوع من انواع ايه؟ دليتديك ديسأرد دليتد العثي نسبة ربشن الكرموسوم ده بيبقى دليتد بدل او ميسي بقة جزء واحد ده بيبقى دليتد ممكن يبقى دليتد ممكن يبقى دليتد وميسي بقا تريبل وبالتالي المادة الجينية الموجودة على الجزء دي بيحصلها ايه؟ تبوضاع اي اي تغيير في جينيتيك ماتيريال سواء كان بالتضاعب سواء كان بالمسيق أنفسي يسهل أنه يسهل المحلل تحدي المحلل كيف حصلة أني يتحدثهけ هناك نوع بدر محلل محن ترجمة نانسي قنقر 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 في نوعين أو ثلاث أنواع من الجينيتك في السبوردر اللي بتحصل مع الداون اللي هما مين والترانسلوكيشن والنوع الأخير اللي هو الموزيكاسي فده شكل الـ ده بقى الرينجو كروموسوم رينجو كروموسوم بيحصل إزال ماشي عشان لما تسمع بس الحجات تبقى عارف عن رينجو كروموسوم أي حد أمورمال عن الكروموسوم شكله الطبيعي اللي احنا شرحنا وقالنا تكتيرته فالنخاضرة الأولى ده بيبيني خلل في المادة الوراسية وبيبيني تبع جينياتك في السبوردر مع التسيس اللي بياختب عن جينياتك في السبوردر ده المعاين الرينجو كروموسوم شايفين الـ اللي هي من فوق في الشورد أرد وهو الرينجو كروموسوم حصل لهم بيتفسارهم الاثنين وبعد كده الجزء المتبقخ ده بيحصلوا ريف يوجب الاثنين بيديني شكل الرينجو كروموسوم ده كمال وطبعا فيه جزء من الجينياتك مكهرة سوف نصدها بروس في الكروموسوم الناتج وده هنأخذ منه إجزاء منه كروموسوم ممكن يكون شكله الرينجو كروموسوم واضح؟ ممكن يكون مرحلة يوجد ريكو ماهي الفرق بينه بين التراث؟ هنا حصل التبديل لكن هنا مفيش تبديل هنا مفصل عن كرموسوم أربعة ودخل على كرموسوم عشرين لكن الكرموسوم عشرين لاحصل منه وانهوه في الجزء منه حصل لهم وعليش عشان داعيه تسجيل فالسلايج بتمشي بعد ماهي حصلش تبادل من المادة القراثية من كرموسوم عشرين وكرموسوم أربعة تمام؟ جزء بس من كرموسوم أربعة حصلوا سبستوشن في كرموسوم أربعة عشرين لكن هنا التراثل كما قلنا فيه تبادل هنا أربعة عدة عشرين وعشرين عدة أربعة جزء من كرموسوم أو المادة الجانية الموجودة التراثل تمام عدة الأمور أربعة أمم اطلخها هل ك Serdarian 3-S не吗 فطولة كما ترى لأنها من أطارس معينة وإنهاء ممكن أن نرى وضحة. فإنهاء ممكن أن يكون أدوار أو أود. لا يوجد اختلاف علينا، إنه يوجد مفشرة وضحة جداً. لكن إذا كنت تريدهم الثاني أو الصندروم الثاني، فإننا نسمع مجموعة معينة جميعاً سموت في الفيشرة، ونجمع الكثير من المفشرة أو مصر ويمكن أن يكون أدوار. ممكن تكون حدا سماوينيان سندروم وبالنهاية بيحكومني اخي الاخر الفايسر معي في الديجنوز ان انا اعمل ايه؟ اعمل كالي طالب عشان اقدر احد الناس انه من الواع الجنوية طيب ترائيس 18 اللي احنا بنسميه إدوارد سندروم 18 يعني ايه؟ يعني كرنسوم رقم 18 بدا انهم اثنين بروين تلاتة طيب يبقى فيه طبعا يبقى فيه يبقى فيه جنرواز فيومياء فيه ملكروكفالي فيه ملكروكفالي يعني فيه مايكرو هنجة يعني اي ملكروهنسيا قليل موسيقى 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 هنا في الفينجر كلها، تمام؟ أمورلابين الفينجر يعني هؤلاء هنا وهنا عليهم أمورلابين نسميه وفي النورة الضغطة وشاركين هنا الهيل بتاعه خطوة أي من وراء؟ تمام؟ طبعاً ده مش مرفودي بأبانس بالشكل وده في الأدب الطبيعي أو الطب الطبيعي ده نسميه أمورلابين ده حاجات الكاركتوريستيك للإدوار يبقى أكثر هذا الكاركتوريستيك الأوكسبت وثلاث شهاد ومين تاني وروتر بكم فيه ده برضو الشرطة دي تاني من أشكال الهيل أشكال الهيل بص طيب طريزة 117 كما نسميه كما نسميه الكاتور سندرون هذا يبقى فيه مثل بلطنيا والثة وميكروفيفري يعني الائرس بيبقى توسع منها مفهول ممكن معاك ليفتي لب أو بلد ممكن بيبقى معاه وطري دبتلي يعني ايه وطري دبتلي يعني تعطي تفسها وفايا بدا بنا بقى معاه خمسة وطري دبتلي بقى ستة وطري ستة ممكن بقى واخد الفيت أو ممكن بكي لأخد ايه واخد الاهام الأقصار طبعا الترجيات الارتزيزة من القفاءة لقد بقى حاجة مشتركة في كل السنظرمات يبقى معاه طبعا تيمين تريز يبقى نفس القصة بتاع ايه بتاع اليدوار نعم نعم دفني الوقتين اللي احنا بسينا اللي هو الدوم ده شكل المير اللي يتصنون او الفارزو طوالداشة هادي الفتي لب وبلد هادي بولي ضغطي خلال لما انا دعي حاجات زي كده لازم نتوقع لازم نتوقع لازم نتوقع لازم نتوقع لازم نتوقع لازم نعمل ايه؟ نعمل فارقين عشان ننتقترش عليكم من التريزوي اخنا خدنا كم التريزوي كده؟ خدنا واحد وعشرين خلاص فارقين فارقين سيب ثمانية عشان فيها جادة تانية سيب ثمانية خلاص الازم يقرأي اقرأ ثمانية وكان يكون عينا تان فارقين ترجمة نانسي قنقر 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 فهي أثر كامل طيبين تاني لتبقى باركو تيرنر يعني ألاقي حاجة موزايكيزمة مثل هذا ومتدأ لك بعض الخلايا سليمة وبعض الخلايا فيها الجينيتك طيب بتاع الـ تيرنر اللي هو الـ 45X ومتدأ لقي حاجة اسمها ميكسيت جونادا يعني ألاقي في خلايا فيها توروصوم X وخلايا فيها توروصوم XY يعني 45X على 46XY دي بتخسر في نسبة قليلة في حوالي 5% من الخلايا وممكن ألاقي برضو نوع من أنواع الكروموسوم اللي هو يسمى الآيزو كروموسوم والآيزو كروموسوم ده بيبقى بيحصل كل كروموسوم زي ما احنا قلنا في المنقاطرة الأولى بيبقى خام شورت أرم وكام نونة أرم كم شورت أرم كم شورت أرم واثنين ايه؟ نونة أرم كم شورت أرم كم شورت أرم سنترومير ده بتحدث ما هو آيزو كروموسوم وعند سنترومير يعني بيحصل أو عند السنترومير والشورت أرم هما الاثنين ينقصلوا على بعض يقوم مع بعض واللومد أرم يقوم مع بعض يعني عندك اثنين كروموسوموم واحد من 2 شورت أرم واحد من 2 لومد أرم ده هو الآيزو كروموسومي تمام؟ الآيزو كروموسومي طبعاً الإنسيدنس بتاع التيرنل سنتروم ملوش علاقة ملوش علاقته من أرم يدعون متل قصف وماتدعون ينظيم ملوش علاقة ملوش الدفلة الإنسيدنس ملوش ملوش ده هو الآيزو كروموسوم يبدأ إذا كانت دفله من أرم يمكن أن أترد بالمطاطع الحاضرية في المصابقة. يمكن أن يكون الآن في المصابقة فيه خلال الوصف من خلال الوصف في تيرنر سندروم في تيرنر لكن مع إيهة الأداد ممكن أن أجدها بعض أملة أو كلها أو مشكلة على حسب الحالة التي قدتها أجد في تيرنر في تيرنر هذه هي من العلمات المميزة جداً لو أجدتها يجب أن أجد تيرنر وأتأكد أن هذه الحالة ليست تيرنر الشرط 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 شرط الشرط ولكن في الترنر هناك أسماعه فوق أرتيتشان من الأورطة ويبقى في دقيق على الفلم على الأورطة ذهبا يسمينا فوق أرتيتشان من الأورطة هذا يمكن أن نديني لفينشاني لطلق أو حياتي طبعاً يبقى فيه مدينة السلطة في المنطقة يبقى فيه طبعاً بلادات السلطة يعني نوعه يسمى الحارس نورمال مثل الفيديو النورمال ممكن ببقى معهم مالبس على الديسك فينا الانوماليز، القرارة وطالة السميديا ممكن بيبقى الانكسور فاكشو بتاعته بيبقى نورمال على عكس ان الكلاني فلتر لما نعرف بها فيما مطلقه نورمال ممكن يبقى فيه شوية دليل لكن هما بيبقوا إلى حد ما نورمال وزي ما قلت في أول موقفات أول التيرنر يعني أن الشرطة استرشاف دار واحد بس ممكن هو يكون بس كلمة كان فيه الشر الوحيد موجود في عيال التيرنر ونشوفش كل الليل الصدير اللي احنا عمون عليها هذا هاته شكل اللمف ديما اللي بتبقى موجودة في المبنيت بتاع الالتيرنر نبقى وراخد الغالد والدوافي ده الوب ديك شايفين كده شكل زايدة دي اللي على المحيطين ده وراخد الغالد بالراخد الغالد ده وراخد الغالد ده وراخد الغالد ده وطحة هاته ده وراخد الغالد دي كده بطبقات تبقى واضحة متشوف هاته في ترنر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر